تصريح المتير لوزير الخارجية الفرنسي بشأن العلاقات مع المغرب أكد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان في مقابلة صحفية نشرت أمس السبز أنه سيبدو لقصر جهده في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب وذلك مع احترام المغاربة وصرح لصحفة وست فرنسا اليومية لقد أجرينا عدة اتصالات مع المغاربة منذ تعيينه في 12 يناير وأكد أن فرنسا كانت دائمة على الموعد حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء المغربية حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007 هكذا جاء تصريح وزير الخارجية الفرنسية الجديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة